المغرب يدق ناقوص الخطر مجدداً بشأن الدور الإيراني المشبوه والذي يتوسع في عموم شمال أفريقيا في الحالة المغربية انتقدت الرباط مراراً دور إيران في نشر التشيع من جهة وتهديد وحدته الترابية من جهة أخرى وفي الجزائر المجاورة أوقفت أجهزة الأمن بشكل متكرر شبكات تنصق مع إيران بهدف في نشر التشيع لكن الشبكة الأبرز أوقفتها عام 2019 وكانت تقودها طبيبة جزائرية موريتانيا هي الأخرى أغلقت مركزاً دينياً تابعاً لإيران بالعاصمة نواكشوت حيث كان مجمع الإمام علي يرسل مبعوثين إلى إيران ولبنان ويوزع منحاً دراسياً لتنشئتهم على منهج طائفي تستغله إيران سياسياً وفي صيف 2018 أبلغت الجهات الرسمية الموريتانية السفيرة الإيراني لديها بالتوقف عن مثل هذه الأنشطة أما في ليبيا وفضلاً عن استقطاب آلاف الشبان الليبيين ونقل المئات منهم إلى طهران وبيروت وبغداد أشارت تقارير أمنية إلى رصد تمويلات إيرانية تصل إلى خمسين مليون دولار بهدف دعم بعض الحركات الانفصالية في ليبيا وتحديداً الأمازيغ الحال لا يختلف في تونس المجاورة فحتى عام 2016 شهدت ولايات عدة مثل قفصة وجابس وسوسة والمهدية وكذلك تونس العاصمة انتشاراً لافتاً لمذهب الشيعة الإمامية استغلت فيه إيران جسر السياحة الذي فتحته السلطات بين تونس وطهران لتجاوز محنة هجوم متحف باردو آنذاك